اشتركوا في القناة في احد الاندية البلجيكية في الدرجة التالتة الحقيقة في هذا يعني من الاندية الكويسة في هولندا وكان يعني في الدرجة التانية وصعد دلوقتي للفريق الاول ولد صغير ويصعد للفريق الاول على مستوى دوري لا بأس بي نتكلم على دوري من الدوريات الاوروبية ادم زيان في ملف واضح جدا للمحترف بالنا سنين نتكلم عليه ملف اللعيبة المزدوج الجنسية للحقيقة مهم جدا الاستعانة به ويمكن بعض يمكن قبل الهواء كان برضو فريق الاعداد بيتكلمني على منتخب الاولمبي استدعى بعض اللعيبة زي عمر فايد كمان استدعى الاياد العسقلاني مصطفى اشرف بلال مظهر كل اللعيبة دية الحقيقة بتلعب بتلعب في اوروبا وبالتالي ان شاء الله يكونوا مكسب للمنتخب الاولمبي وبالتالي ان شاء الله نكسب لعيبة وعدة للمنتخب بالاول نشوف بحضراتك وادم زيان ونرجع مرة تانية اشتركوا في القناة الحقيقة سيفيه محترم لبقى سيفيه المركز اللي بلعب فيه مركز قلب الدفاع وده من المراكز الحقيقة اللي يمكن محتاجينها في منتخب مصر بشكل كبير يعني باين من الصور باين القوى الجثمانية في بونيانه لعيب لعيب كويس تأسيس كمان برو دا في هولندا من المدارس الكويسة في في هولندا وبالتالي رؤية بالنسبان ان احنا ممكن جدا هذا اللعب يكون على الاقل موجود حتى في المنتخب الاولمبي في بعض المعسكرات ونبدأ نشتغل عليه في الفترة دية وزي ما قلت لحضراتكم قد يكون في الفترة مثلا جبنا لعيب لسه ما ندمجش في الاجواء ما نقولش لا لا عندنا احسن منه خلاص نهمله لا يدي له فرصة والتانية والتالتة النهاردة بنشوف ابراهيم دياس طبعا نجم كبير جدا جدا بيختار المنتخب المغربي اللي تمثيله وكان على مشارف انضمامه للمنتخب الاسباني فالحقيقة احمد ما زلنا في هذا الملف وانت حتى قلت بتتساءل يعني تأسيس هذا اللعب تأسيس كويس عنده قوى بدنية بلعب في مركز قلب الدفاع من المراكز اللي احنا محتاجينها للمنتخب مصر وانا اكيد هتكلم معك على كمان المنتخب المصري خلال حلقة اثنين يعني انا بصراحة يعني بشكر فريل اعداد جدا هنا في البرنامج لانه انا شخصيا اول حاجة اعملها في اول فاصل او في بعد الحال ان انا ابحث عن قدم زيان لان ساعة 10 سنة بلعب في اندرلخت مرشح ان هو يبقى صعد على الاقل تمارين مع الفيرست تيم او على الاقل غالص اندرلخت اندرخت فريق درجة تانية اه ده مختلف انا افتكرته اندرلخت ماذا ما تخش على جوجل اه لا 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 انت جوجل يا كابتن هان لا بس على فكرة كمان شيء كويس يعني كان بلعب في درجة تالتة دلوقتي تصعد لفريق في الدرجة التانية بالضبط لو بلعب فعلا في رست تيم بلعب في الفريق الاول لو فعلا بلعب في رست تيم وعمل مباريات عدد المشاركات كتير والفريق مثلا اللي فيه مقارب من الصعود للدوري الدرجة الاولى يعني فانت بتتكلم في لعب بص عليه بس هتبص عليه هتطالب على القلب استدعاءه المعسكر منتخب مش اول دلوقتي منتخب الولومبي منتخب الولومبي يندمجت وبصوا تشوف حاجات زي الحاجات اللي انت ما تعرفاش غير بالمعايشة صحيح ينزل يختبر نفسه في معسكر تشوف مستوى وسط اللعيبة فده يبقى نفس الكلام ده كلمنا عن مرموش من 3-4 سنين بالضبط وكانت القصة ان هو يستدعى بس في معسكر واحد بعض الاشخاص رفضوا الانضمام للمعسكر ده ولكن انا بقول انه تمام تكلم في 19 سنة معادش خلاص اللعب حتى احنا منستهدف هنا في المحترف لعب 15 و14 و16 سنة لأ 19 ده ده صمرة حنى وقته قط فيها زي ما بيت قال يعني فممكن يبقى فعلا لو بالامكانيات المتاحة للمنتخبات لأ يعني لعب من زاداو استهدف بدري بالنسبة للنموذج اللي حردك تراحتهم والنموذج دياز ده معركة كبيرة يعني معركة دياز ومن قبلها معركة مونير الحدادي في وقت سابق معركة مونير الحدادي عادة 3-4 سنين اسبانيا كانت حجزته لحد ما قانون الكرة قانون اللي حفيفة تغيرت المغرب خدته حوالي 10 او 15 ملتش دولي وخلاص ده لعب مغربي والمغرب مش حطى عينها عليه وهو كبير بس المغرب حطى عينها عليه هو صغير خالص زي شادي رياض في برشلونة قبل ما يتصعد لعب ملتشات مع الفريق الأول فرص ده مشاركة على طول بقى لعب في المنتخب المغربي لعب البطولة الأولمبية في كاس أم أفريقيا اللي المغرب خادتها في المغرب في محمد الخامس ولعب مع الفيرست تيم في كاس أم أفريقيا وخلاص انت بتتكلم في لعب أساسي في بيتيس ولاعب معار من برشلونة على هذا الليفل بيلعب في منتخب المغرب ولما دياز هينضم هبعدهم لعب من برشلونة ولاعب من ريال مدريد في المنتخب الأول والريكراك يملك مشاركة ده ومعرفها هي دي إن عنده لعب من برشلونة وده اللي بتكلم عليه يعني أنت قبل ما تخش في هذا الصراع لو عندك رؤية واضحة من بدري حتى لو مشيت في الصراع سنة 2-3 وتكسب لعيب بهذا المستوى على فكرة كمان محمد ياس اللعب لنادي الأهل المعار لنادي في التشيك بيأدي أداء جيد جدا خلال الفترة اللي فاتت بيحرز أهداف كمان تطور جدا جدا على المستوى البدني على المستوى الفني يعني كان برضو علامة استفام لم يتم استدعاءه للمنتخب الأولمبي وهو الحقيقة كمان من اللعيبة المميزة جدا أكيد محتاج كمان يخش في أجواء منتخب أولمبي يحس كمان بقدره يحس كمان الولد أنه هو الناس بتبعها بشكل كويس ونكسب نكسب لعيبة ونكسب يعني ناس الحقيقة بتقدي أوقات كثيرة جدا جدا بشكل احترافي حياتهم احترافية بشكل كويس في سن صغيرة ده ما كسب الحقيقة للكورة المصرية اللازم نبص لها